زار ترامب مؤخراً إحدى أكبر المقابر العسكرية في أمريكا لإحياء ذكرى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وضع كليل زهور على قبور الجنود وخلال الزيارة وقعت مشاجرة بين موظفي حملته وأحد الجنود هذه الحادثة كانت فرصة لخصومه من الديمقراطيين للنيل منه واتهامه بتقليل احترام الجنود الأمريكان وإن المقابر ليست مكاناً للاستعراض والصور وما إلى ذلك التقرب من الجيش الأمريكي ككل كمؤسسة ومن العسكر سواء منهم العاملون أو المتقاعدون بالحديث عن حقوقهم وحضور مناسباتهم وما إلى ذلك مسألة مهمة للسياسين الأمريكان بالدرجة الأولى لأن هذه الفئة كبيرة وأصواتها مهمة عدد أفراد الجيش الأمريكي يقدر بمليون وثلاثمائة ألف وعدد المتقاعدين قرابة مليونين وثلاثمائة ألف المجموع قرابة ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف طبعاً يتضاعف العدد مع حساب أسرهم إذا افترضنا أن الكثير منهم يعيشون مع أسره يحيلنا ذلك بأهمية شريحة العساكر في الولايات المتحدة والسبب أو مبرر مغازلة السياسين لها وهذا هو موضوعنا ما هو موقع الجيش في السياسة الأمريكية سنستعرض خلاله بعض الأحداث التي وقعت مؤخراً مثل زيارة ترامب إلى المقبرة العسكرية والتي حدثت خلال فترة رئاسة بايدن وفترة رئاسة ترامب قبل ذلك وسنطرق إلى الجزء الأهم من القصة في الفصل الأخير من الفيديو مرحباً بكم أنا عبد الرحمن سراج مهتم بالشأن الأمريكي هناك سبب آخر لاهتمام السياسيين الأمريكان بالجنود وشريحة العساكر وأسرهم باعتبارهم قاعدة تصويتية مهمة هذا السبب هو أن الجيش الأمريكي هو أكبر زبون للأسلحة في العالم الولايات المتحدة تنتج أكثر من 40% من صادرات الأسلحة العالمية غير ما تبيعه محلياً للجيش الأمريكي والمواطنين الأفراد وإذا أضفنا أن مصانع الأسلحة تملك أحدى أقوى اللوبيات في واشنطن الذي يدفع للسياسيين الأمريكان ليصيغوا قوانين والسياسات تدافع عن صناعة الأسلحة بالتالي السياسيون الأمريكان سيميلون للتحالف مع اللوبي هذا والتقرب من أكبر زبائنه وهو الجيش الأمريكي والجيش يتبع لوزارة الدفاع الأمريكية ما يسمى بالبنتاجون التي تزيد ميزانيتها في كل عام ووصلت آخر ميزانيتها إلى 850 مليار دولار وأخيراً في سياق أسباب تأييد السياسيين الجيش في أمريكا والتقرب منه ومغازلته هناك خلاف بين اليسار واليمين الديمقراطيين والجمهوريين حول تأييد الجيش من ناحية صورته العامة والنظرة تجاهه وموقعه في الرأي العام الأمريكي والعالمي اليمين يرى أن الجيش الأمريكي جيش نقي ونبيل منزه عن ارتكاب الأخطاء في الماضي والحاضر والمستقبل وكل ما يقوم به مما يمكن أن يوصف بالانتهاكات له ما يبرره بمعنى آخر اليمين يرى أن ما قام به الجيش الأمريكي من قتل وتدمير في العراق وفييتنام وغيرها وعبارة عن مهمة نبيلة لأنها كانت لغاية نبيلة في حين أن اليسار على قناعة تتفاوت بين أطياف اليسار المختلفة بأن الجيش الأمريكي ارتكب حمقات كبيرة ويتحمل مسؤولية الكثير من المآسي حول العالم طبعاً تبعاً للخيارات السياسية للإدارات المختلفة وبالانتقال إلى جو الانتخابات في الفترة الحالية في أمريكا نجد التنافس حول كسب ود الجيش والظهور بمظهر الداعم الأكبر له نائب كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي اسمه تيم وولز خدم 24 سنة في الحرس الوطني واستقال منه قبل إرسال وحدته المشاركة في الغزو الأمريكي للعراق الجمهوريون أمسكوا بهذه الجزئية وخاصة منهم نائب ترامب جيدي فانس واتهم وولز بالتخلي عن أداء مهامه العسكرية بصورة مخزية وولز شارك في إعلان مصور ضد العنف المسلح الذي يتسبب به انتشار الأسلحة الخطيرة في أمريكا الأسلحة المخصصة للاستخدام في الحرب تحديدا مثل الرشاشات الأوتوماتيكية خلال الإعلان قال وولز علينا أن نتأكد من أن استخدام أسلحة الحرب هذه التي أمسكتها بنفسي خلال الحرب لا تستخدم إلا هناك تصريح وولز كان فيه تلميح إلى مشاركته في الحرب في أثناء خدمته العسكرية ولكن هذا غير صحيح لأنه انسحب من الجيش قبل ذهاب وحدته المشاركة في غزو العراق كما ذكرنا الجمهوريون أمسكوا بهذه القصة وجالوا بها في البلاد طولا وعرضا والتهمين نائب مرشحة الحزب الديمقراطي تيم وولز بأنه يدعي الشجاعة والتفاني لصالح الوطن على حساب الأبطال الحقيقيين وبعد ذلك بأيام وقعت المشاجرة بين موظفين في حملة ترامب وأحد الجنود خلال زيارته إلى مقبرة أرلينغتون العسكرية والتي وجدها الديمقراطيون فرصة للمزاودة وتوجيه الصفعات لترامب ونائبه جيدي فانس عضو الكونغرس الديمقراطية ميكي شيرول وهي طيار سابق في الجيش الأمريكي قالت إن المقورة العسكرية التي ترقد فيها أجساد الجنود الأمريكان ليست مكانا لالتقاط الصور وإن ترامب قلل احترام هؤلاء العساكر عضو كونغرس ديمقراطي آخر يدعى جيري كونولي دعا لكشف ملابسات الحادثة متهما ترامب بتدنيس أرض المطبرة وأن ما يهمه فقط هو مصلحة حملته الانتخابية الفصل أهم من القصة مؤخرا تعهد أعضاء في حملة ترامب الانتخابية بإرسال قوات من الجيش الأمريكي إلى الحدود الأمريكية الجنوبية لحمايتها من عبور المهاجرين وإلى المدن الأمريكية التي تعاني من انتشار الجريمة لمساعدتها في مكافحة الجريمة وهذه ليست من مهام الجيش فهي مهام الشرطة التي تتبع للإدارات المحلية لذلك كان هذا الحديث من الخطورة بمكان حيث عاد الأذهان وثيقة خطيرة نشرت في الفترة الماضية بأعنوان المشروع 2025 وهي عبارة عن خطة سياسية لليمين الأمريكي تتحدث بوضوح عن نياتهم إذا وصلوا للسلطة لاستخدام الجيش لتحقيق أغراض سياسية فهم ينون من خلال ما يعرف بقانون الانتفاضة نشر الجيش الأمريكي ليحل محل أجهزة الشرطة في أنحاء البلاد حملة ترامب الانتخابية نأت بنفسها عن المشروع ولكن في الحقيقة وضعه المشروع أنفسهم بعضهم يعمل في حملة ترامب والآخرون مقربون من الحملة لذلك هذا النأي ليس له معنى وفي الواقع ترامب قال في مقابلة مع مجلة تايم العام الماضي 2023 إنه لا يمانع إرسال وحدات الجيش الأمريكي إلى الحدود الجنوبية للتعامل مع الهجرة غير الشرعية ولدى سؤاله عن ما يعرف بقانون التجمعات الذي يحضر استخدام الجيش الأمريكي لأداء مهام الشرطة إلا في حالات الضرورة القصوى أصر ترامب على أن المهاجرين غير الشرعيين ليسوا مدنيين وأن وجودهم على الأراضي الأمريكية يمثل غزوا خارجيا ترامب لديه تاريخ سيء في محاولة إدخال الجيش إلى عالم السياسة خلال انتخابات رئاسة 2020 تعرض رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي وهما يمثل قائد الجيش الأمريكي في حينها الجنرال مارك ميلي لانتقادات شديدة بعد مرافقة ترامب مشيا إلى ساحة حديقة لافيت بجانب البيت الأبيض وهو بزيه العسكري في لحظة حرجة سياسيا كان في الساحة متظاهرون ضد عنف الشرطة بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصل الأفريقي جورج فلويد خنقا على يد أحد أفراد الشرطة الحادث صورت في فيديو انتشر أثار حنقة وغضب الرأي العام الأمريكي لذلك حتى يتمشى ترامب والجنرال ميلي في الساحة أمر ترامب الحرس الوطني لواشنطن بإخلاء المتظاهرين لاحقا اضطر الجنرال ميلي قائد الجيش الأمريكي للاعتذار العلني قائلا إنه لم يكن ينبغي أن يظهر إلى جانب ترامب في تلك اللحظة ذات الدلالة السياسية وإنه كتب رسالة استقالته بعد تلك الحادثة لكنه لم يرسلها وقال في إحدى مقابلاته إن ترامب عمل على تسييس جيش الولايات المتحدة الأمريكية عن سابق إصرار لاحقا هيج ترامب مؤيده حين زعم أن انتخابات رئاسة التي خسرها انتخابات مزورة ليقدم على اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير 2021 قيادة الجيش الأمريكي استشعرت لاحتقان الحاصل لذلك أصدرت في الفترة التي سبقت الاقتحام بيانا وقعه رئيس هيئة الأركان الجنرال ميلي وعدد من أعضاء هيئة الأركان هو بيان غير مسبوق اعترفوا فيه بجو بايدن رئيسا للولايات المتحدة أي بصحة الانتخابات وذكروا جنود بالقسم الذي حلفوه للدفاع عن الدستور كما أصدر وزراء ودفاع أمريكان سابقون في ذلك الحين وعددهم عشرة وزراء بيان مشتركا غير مسبوق أيضا في الثالث من يناير 2021 شاركوا فيه الجنرال ميلر وعضاء هيئة الأركان اعتقادهم بضرورة عدم تدخل الجيش في السياسة وفي أي نشاط قد يقوض نتائج الانتخابات أو يعيق عمل الإدارة الأمريكية الجديدة أخيرا يتوقع أن يقدم ترامب في حال فوزه بالانتخابات المطبلة على تغيير تشكيلة قيادة الجيش الأمريكي وضباطه ليكون أكثر ولاءا له ولليمين الأمريكي سياسيا هذا الاعتقاد موجود لدى عدد من القيادات العسكرية والأمنية السابقة مثل وزير الدفاع السابق مارك إسبر والمدير السابق لاستخبارات الوطنية جيمس كلابر بالنسبة لمتابعين المانيين خارج الولايات المتحدة لطالما كان الجيش الأمريكي جزءا من السياسة الأمريكية خاصة في منطقة الشرق الأوسط والتي قد يبدو منها أن تدخل الجيش الأمريكي في السياسة المحلية ربما لا يكون مستهجنا أو مستبعدا أو بعيدا منال أحب أن أقرأ تعليقاتكم ورؤيتكم لعلاقة الجيش بالسياسة في أمريكا أو أماكن أخرى من العالم أشكركم على المتابعة دمتم بخير وإلى اللقاء